السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الكوكب المارك وما علاقته بكوكب الطارق بالنجمة الثاقب اللذي في القرآن الكريم الكوكب المارك هو اسم نسك كتيرين لا تسمع موظم الكواكب في الكون تدور حول نجمة وهو وزء من نظام الكواكب على غرار نظامنا الشمسي ولكن هناك عدد قليل من الكواكب تنجرف وحدها في الكون لأي سبب من الأسباب سواء كان ذلك استضاما قريبا أو اضطرابات جاذبية بطيئة تؤدي إلى زعزعة استقرار مدارها يتم ترد هذه الكواكب من نظامها النجمي وتنجرف على غير هدى من الصعب الهضور على هذه الكواكب المارقة ولكن عندما نبدأ في اكتشافها نجد أنها أكثر شيوعا قليلا مما كنا نعتقد سبحان الله في دراسة جديدة بتفترض السبب الآن بالنسبة لنظام الكوكبية دون نجم واحد مثل النظامنا سيحتاج الكوكب إما إلى استضام قريب ليتم تردو من النظام أو سيكون هناك حاجة إلى مجموعة قريبة من الكواكب لزعزعة استقرار العالم تدريجيين نحن نعلم من تطور نظامنا الشمسي أن الكواكب قد تغيرت في مداراتها بشكل كبير ونعلم أن الأرض والقمر تشكل عندما ضرب كوكب كبير بحجم كوكب المريخ الأرض في شبابه والله أعلى وأعلم لذلك يمكن أن تأتي الكواكب المارقة من أنظمهم مثل نظامنا لكن عملية المحاكاية تظهر أن عدد الكواكب المارقة التي وجدت التي ينتجها نظام النجم الواحد صغير نسبيا ما وجدوه هو أنه في حين أن الكواكب في الأنظمة ذات النجم الواحد تحتاج إلى أن تكون متباعدة بشكل وثيق لإنشاء كوكب مارق في الأنظمة الثنائية يمكن للكواكب أن تكون متباعدة على نطاق واسع ولا تزال تولد الكواكب المارقة إن الجمع بين قوى الجاذبية من النجوم والكواكب الأخرى يكفي نزعزعة استقرار مدارات بعض الكواكب بشكل عام يظل الكوكب الأكبر في النظام مستقرا ويمكن أن يزعزع استقرار مدارات الكواكب الأصغر وبناء على عمليات المحاكاة التي أجرها إذا كان للنجمين مدار دائري فإن وجود عالم بحجم نبتون يكفي لتوليد عوالم مارقة إذا كانت النجوم الثنائية تنور حول بعضها البعض في مدار إهنيجي فإن وجود أرض عملاقة يكفي لتوليد كواكب مارقة موزم الكواكب المارقة التي اكتشفناها هي الآن كانت كواكب غازية كبيرة جدا إذ كان هذا النموذج صحيحا فهذا يعني أن هناك عوالم أصغر بكثير تتجول في المجرة ونظرا لماذا شيء وجود كواكب أرضية فائقة حول النجوم القزمة الحمراء فمن الممكن أن تكون مجر الدرب التبانة مليئة بالكواكب الصخرية المارقة الصغيرة وسيكون التحدي هو العثور عليهم في الظلم البارد للفضاء بين النجوم سبحان الله فقد اكتشف العلماء قاتل الكواكب الذي يمكن أن يضرب الأرض اسمه قاتل الكواكب اكتشف العلماء في النظام الشمسي الكواكب في النظام الشمسي الداخلي فاكتشف علماء فلا كواكبا يطلقون عليه اسم قاتل الكواكب مشيرين إلى إمكانية أن يصطدم بالأرض يوما ما والله أعلى وأعلم وكان الكواكب المسمى اي بي سيفن عشرين اتنين وعشرين الفين اتنين وعشرين من بين الثلاث كواكبات جديدة قريبة منها الأرض مختبئة في النظام الشمسي الداخلي وهو الاسم الذي يطلق على المنطقة الواقعة داخل مدارات الأرض والزهرة ويوجه علماء الفلك صعوبة في العثور على الكواكبات بهذه المنطقة بسبب الواهج الشديد للشمس ومع ذلك تمكنوا من اكتشاف هذا الثلاثي بسبب ظروف ملائمة خلال فترة قصيرة من الشفق ونجح العلماء في اكتشاف الكواكبات باستخدام كاميرا الطاقة المظلمة المثبتة على تليسكوب فيكتور ايم بلانكو في مارسد سيرو طولو انتر امريكان في تشيلي ضمن برنامج تابع لمؤسسة العلوم الوطنية الامريكية سبحان الله فهي سابقة تاريخية كما قالت وكالة ناسا تنجح في تغيير مصار كواكب سبحان الله وحسب تقرير العلماء فان الكواكب AB7 2022 الذي يبلغ عرضه حوالي 1.5 1.5 كم لو مدار قد يضع يوما ما في طريق الاستضام بالارض رغم انه من الصعب تحديد متى قد يحدث ذلك بالضبط بالضبط الله اعلى واعلم وقال سكوتشي بارد عالم الفلك في مختبر الارض والكواكب بالمعهد الامريكي العلوم المؤلف الرئيسي ان هذا العمل يصبح مسح الشفق الذي اجريناه يجوب المنطقة الوقع داخل مداري الارض والزهرة بحثا عن كواكبات وتابع في تصريحات نقلاتها شبكة فوكس نيوز الاخبارية الامريكية وجدنا حتى الان كواكبين كبيرين قرب الارض يبلغ قطرهما حوالي كيلو متر واحد وهو الحجم الذي نطلق عليه اسم قتلة الكواكب الى ان الورقة تحدثت تحديدا عن امكانية استضامة الكواكب AB7 2022 بالارض في وقت لم تتمكن من تحديده يعتقد انه لم يتبقى سوى عدد قليل من الكواكبات ذات الحجم الماثل لديها مدارات من شأنها ان تؤثر على الارض مع علاقة هذه الكواكبات بالطارق يقسم الله سبحانه وتعالى بالسماء والطارق والطارق هو النجم الثاقب اي المضيء الذي يثقب نوره فيخرق السماوات فينفذ حتى يرعى في الارض وهو اسم جنس يشمل سائر النجوم الثواقب في سورة الطارق والسماء والطارق وما الدراكم الطارق النجم الثاقب ما هو النجم الثاقب الذي اقسم به الله تعالى بالسماء والطارق والنجم الثاقب في سورة الطارق ومعنى النجم الثاقب في اختلافات ولكن العلم الحديث يؤكد انها نجوم تصدر اصوات لان الاصوات لا تنتشر في الفراغ فقد قال البغوي ان الطارق هو النجم الذي يظهر في الليل وكل ما يأتي ليلا يسمى طارقا ويوصف هذا النجم بكونه ثاقبا لتواهجه وشد الضياؤه ويقال هو زحل الله اعلم ويسمى كذلك لارتفاعه وظهره قال ارازي رحمه الله ان الطارق هو جميع ما يأتي في الليل سواء كان من الكواكب او النجوم او غيرها وذلك لان الطرق لا يكون الا في الليل سبحان الله الثاقب المضيء كأنه يثقب بضوءه وانعراته ما يقع عليه ثقب الثاقب المضيء الذي يثقب بنوره واضاءته ما يقع عليه النجم الثاقب سوف نرى اية من ايات الخلق في رحاب هذا الكون الواسع وكيف تحدث عنها القرآن بكل دقة وضوح انها النجوم النابضة او ما سماها القرآن الثاقب